46 دقيقة بعد الخامسة الموعد المحل وكذلك أحوال الطقس مع حسيبك الروش ومجدة هاشمي أهلا بكم أهلا مساء الخير إذن البداية بأحوال الطقس طبعا تفضلي حسيبك مساء الخير مساء الخير مشاهدين الكرام الأجواء يعني يوم الغد الاثنين بحول الله ستكون غائمة جزئيا ببعض السحب الكثيفة كما نلاحظ في الصورة مع بعض الضباب الكثيف لحيخص أغلب السواحل الوطنية لكن الأجواء العموم ستكون غائمة جزئيا على أغلب المناطق الداخلية وحتى الجنوبية أما بالنسبة لدرجة حالة نسجلها لصباحة الغد الاثنين بحول الله ستكون الأجواء باردة خلال الصباحة لتتروح ما بين درجة واحدة تحت الصف إلى عشر درجات بالمناطق الشمالية وما بين ثلث درجات إلى عشر درجات بالمناطق الجنوبية أما بالنسبة لتوقع الطقس لظهيرة الغد الاثنين بحول الله ستكون الأجواء غائمة جزئيا ببعض السحب رح تكون دون فعالية يعني ماشحة مدأمطار رح تخص أغلب المناطق الشمالية وحتى المناطق الجنوبية أما بالنسبة لدراجة حال قصوى لنسجلها لظاهرة الغد الاثنين رح تكون يعني مرتفعة نوعا ما عن معدلها الفصل ونحن في فصل الشتاء لتتراوح ما بين 14 درجة إلى 21 درجة بالمناطق الشمالية وما بين 16 إلى 25 درجة بالمناطق الجنوبية أما بالنسبة للملاحة والصيد البحري سيكون البحر يوما غد الاثنين بداية من سواحي البنية الصاف نحو وهران المنصد غانب سيكون بحر جميل وفق رياح غربية إلى جنوبية غربية تراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 كم في الساعة أما من سواحي المدينة تتيبازا نحو جزائي العاصمة إلى غاية بومردس بيجايا سيكون كذلك بحر جميل إلى قليل اضطراب لكن وفق رياح غربية تراوح سرعتها ما بين 15 إلى 25 كم في الساعة أما من سواحي المدينة تتيبازا نحو سكيدا عنابة إلى غاية القالة سيكون بحر قليل اضطراب إلى مضطرب وفق رياح غربية إلى شمالية غربية تراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة هذا ما كان لدي هاجر بالنسبة لتوقع التقص اليوم الغد الاثنين بحول الله شكرا لك يا حاسي باكروش مباشرة لك